فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجل مذهبته فصل في الأعياد إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقة في أعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا ثم قال بعد كلام وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم ذا الحلقة السابقة بيان معنى العيد نعم بيان معنى العيد وأنه ينقسم إلى عيد زماني وعيد مكاني الزماني كالفطر عيد الفطر وعيد الأضحاء والمكان كالمشاعر المقدسة فإن المسلمين يجتمعون فيها للعبادة ويسافرون إليها للعبادة سنويا وعلى مدار السنة في العمرة والاعتكاف هذا عيد مكاني نعم وهو مشروع وكناك عيد مكان ممنوع وهو ما كان من الأوثان ومحلات تجمعات الكفار لإظهار شركياتهم وكفرياتهم فالمسلمون منهيون عن ذلك والدليل على ذلك أن رجلا كما يأتي في الحديث نذر أن ينحر إبلا ببوانه السموضع وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم والحديث سيأتي لكن الغرض من سياقه الآن بيان النوع الثاني من الأعياد وهو العيد المكاهم والعيد كما سبق اسمه لما يتكرر ويعود بعود السنة أو عود الشهر أو غير ذلك فالعيد في الجملة مشروع للأمم مشروع للأمم وهو العيد الذي يكون للعبادة العيد الزماني الذي يكون للعبادة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بايمة الأنعام لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فهذا العيد مشروع للأمم ولكن المسلمين يخالفون الكفار في أعيادهم فالمسلمون لهم أعياد خاصة لا يشاركهم فيها الكفار والكفار لهم أعياد لا يشاركهم فيها المسلمون والمسلمون مقصورون على الأعياد الشرعية لا الأعياد البدعية ولا الأعياد التي يشابهون فيها غيرهم من أهل الكتاب ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهم على الاستمرار على هذين العيدين من أعياد الجاهلية بل إنه شرع لهم عيدين إسلاميين وصار بديلين عن أعياد الجاهلية ولا يجمع بين البدل والمبدأ فهذا يدل على أن المسلمين يستقلون بأعيادهم التي شرعها الله لهم العيد عبادة ولا يجوز أن يحدث عيد ليس له دليل من الشرع لأنه عبادة لأن العيد عبادة فلا يجوز أن يحدث الشيء إلا بدليل ولا يجعل عيد إلا بدليل لا عيد المولد ولا غيره إلا بدليل شرعي ترجمة نانسي قنقر